ناقش اجتماع برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس بعدن ناقش مستقدات الأوضاع التعليمية والتربوية بمدارس محافظات عدن ولاحق وأبيان في ظل توقف التعليم في بعض مدارس المحافظات الثلاث بسبب إضراب المعلمين المطالبين بحقوقهم ووقف المجتمعون على جملة من القضايا التربوية والتعليمية أهمها التزام مزارة التربية والتعليم بما اتفق عليه في لقاء رئيس الوزراء مع ممثل نقابة المعلمين مؤخرا والعمل به حرصا منها على تلبية حقوق المعلمين واستمرار العملية التعليمية في الوقت نفسه وأكد وزير التربية مع المجتمعين على استمرار الخطة الدراسية المقررة لهذا العام حيث سيضاف يوم السبت ضمن أيام الدراسة تعويضا عن الأيام التي تم التوقف فيها بسبب الإضراب وأشار إلى ضرورة تطبيق اللواح والقوانين في الإضراب ومحاسبة المتغيبين عن الدوام الرسمي